وموضوع هام جدا قانون تجريم الطلاق الشفهي هيتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة دكتور عمر حمروش أمين سر لجنة شؤون الدينية بمجلس النواب قال أنه هيتم استطلاع رأي المؤسسات الدينية المعنية من هيئة كبار العلماء ودر الإفتاء في قانون تنظيم الطلاق الشفهي بالإضافة إلى أن القانون ده يعني هيتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة وأوضح أمين سر لجنة شؤون الدينية أن عقوبة الحبس أو الغرامة هتكون في حالة حدوث مشكلة بين الزوجين وأن الزوج يبتدي أن هو يماطل في مسألة الحقوق المادية أو الحقوق العينية ووضح كمان أن تصورات هذا القانون هتكون وثيقة الطلاق الرسمية يعني وفي الوقت نفسه هتشمل هذه الوثيقة حقوق الزوجة وأن تكون العقوبة في حالة المماطلة أو التأخر أو امتناع الزوجة عن إعطاء الزوجة حقوقها المادية أو العينية أشار حمروش أيضا إلى أن هيئة كبار العلماء بالأظهر الشريف في جلسة لها قالوا أن الطلاق الشفهي صحيح بس بيستحب توثيقه رسميا لدى مأذون شرعي وحول ما إذا كان القانون ده هيعترف بالطلاق الشفهي ولا لا قال أميرسن اللجنة الدينية عشان يوضح يعني الموضوع أن الموضوع ده هيتم في الرجوع لهيئة كبار العلماء بالأظهر ودر الإفتة المصرية طبعا ده يعني الفكرة دي ابتدت لما طبعا أنتوا شفتوا أول مبارح طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بأعياد الشرطة أول مبارح وأكدت أنه هو حريص جدا على ترابط الأسرة ووحدتها وعدم تشريد الأطفال اللي بيعملوا يعني أجيال من أطفال الشوارع أو أطفال بيبقوا نفسيتهم مش مظبوطة فبيتدوا يتصرفوا تصرفات يعني مش مظبوطة طيب إحنا معنا على الهاتف دكتورة أمنى نصير عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب دكتورة أمنى صباح الخير صباح النور على حضرتك وصباح النور على المشاهد الكريم بس تصحيح بسيط أنا مش في اللجنة الدينية أنا في لجنة الخارجية لجنة خارجية طيب أفندي معفوا نتفضلي الحقيقة يعني هذا الطرح الذي طرح من قبل رئيس الجمهورية أنا سعيدة به جدا وهو من اهتمامي من سنين بعيدة منذ أن كانت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة وأذكر أن إحنا مع عدد من رؤساء محاكم الأسرة ويمكن قعدنا يجي ست شهور كل شهر نقعد نعمل اجتماع مطول وانتهينا إلى أن أعظم ما يهدد الأطفال هذا الطلاق المتكرر الشفوي أو بعد ما يوسق وتنتهي العلاقة الأسرية دائم يصيب الأطفال بحالة من الاضطراب وعدم الأمن بين أسرة تحمية وثابت من البحث الذي قامت به إحدى المؤسسات المحترمة أن 94% من أطفال الشوارع ثمار بيت الطلاق 94% من أطفال الشوارع نتيجة أو ثمار هذا الطلاق وتشريد الأطفال وتركهم للبيت بعد أن يتم الطلاق الأب يتزوج والأم تتزوج ويصبح الأطفال بنات أو سبيان لا مكان لهم لا عند الأب ولا عند الأم دكتور أمنة أنا عايزة أتكلم في نقطة تحديدا وهي يعني أن بيحدث طلاق في خناقة مثلا يا فندم وعلى أتفه الأشياء وعلى أتفه الأشياء وبعدين بعد ما الدنيا بتهدى كده شوية بيبتدوا يرجعوا يقولوا إيه لا ده أنا ما كانش قصدي أصلي إحنا كنا متعصبين ما كنتش متعصب أو ما كنتش متنربس بناء على إيه أنه راح استشار شيخ الجامع أو استشار أي شيخ بالضبط كده هي دي النقطة اللي أنا عايزة أتكلم فيها أكتر كمان من قصة أن يكون فيه أن الطلاق ده هيترتب عليه إيه لي يا فندم لأن أنا هستند برضو الحديث الشريف اللي هو ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد المفروض الطلاق والنكاح والعطق تمام فالمفروض أن ما فيش يا فندم يعني المفروض ما فيش هزار في الحكاية دي إزاي فندم الشيخ بتاع الجامع ولا الإمام ولا أيا كان اللي موجود بيقوله لا دي ما تتحسبش طلقة بناء على إيه هو دلوقتي يبقاش عارف دي طلقة ولا مش طلقة هو مش هزار ونوع من الاستهتار بقيمة المساق الغليظ لأن في بعض الفتاة وخاصة عند ابن تيمية يقولك إذا كان الطلاق ليس فيه إغلاق يعني إيه إغلاق ما يكونش غضبان لدرجة إنه مش داريان إيه اللي بيعمله مثل هذا الطلاق لا يحسب هم بيقيسوا على هذا الوضع لكن الرجل أو هذا الزوج المستهتر بقيمة ومكانة المساق الغليظ هو بيقول لهمه إنه هو يهدد المرأة أنت لو رحت لأمك أنت طالع أنت لو زرت أخوك تبقى طالع أنت لو حضرت فرح أخوك تبقى طالع وتيجي المرأة تعاند هو لا يدري ما هي الإنعكاسات النفسية على هذه المرأة المهددة دي النقطة بقى بالضبط اللي أنا عايزة أحددها هل نحن بحاجة إلى قانون لضبط حماية بالضبط وضبط هذا التصرف وحمايتنا أو حماية الأسرة بشكل عام هل نحن بحاجة إلى قانون ينفذ وتصل فعلا زي ما بيقال كده يعني المفروض أن عقبته تكون الحبس أو الغرامة شوفي أنا عندما طرح علي هذا الأمر أديمين قلت أولا هذا الأمر المعنى به بالدرجة الأولى اللجنة الدينية في البرلمان تمام وأنا ما عنديش مانع أن أعطيهم ما كتبته وما جهود التي عملتها في هذا الأمر أتعاون معهم لأننا الذي يعنيني اتقرار الأسرة ووجود الحلال في داخل الأسرة وضبط هذا الرجل المفلوت باستخدام الطلاق على الفاض والمليان بالضبط فهي الآن في بيت الجماعة بتوع البرلمان اللي هم في اللجنة الدينية وحتى ينتهو إلى ما ينتهو إليه وأتمنى بأن هذا الأمر لا يتيه في سرديب المشايخ واللجان وأنه يحسن رحمة بالزوجة المهددة وبالأطفال الذين ينتظر مصيرهم التشرد أتمنى أن هذا الأمر يقول لدينا جزء من الاكتهاد الجاد وأن نواجه هذا الأمر من قبل الرجال الدين أولا أو من قبل المشايخ أولا أو من أهل الفتوى والفقه بالذات أولا تمام وأن نخرج للمجتمع وللأسرة برأي موحد حاسم جازم مانع لهذه الفوضى هذا ما أتمنى معك على الهواء الآن أبدو من صوتي صوت حضرتك طبعا الهدف هو الحفاظ على ترابط المجتمع وإن حدث يعني قدر له حدث الطلاق يكون برضو بشكل محترم أنا بشكرك شكرا جزيلا على التوضيح دكتورة أمنا نصير عضو اللجنة الخارجية بمجلس النواب